حفل افتتاح توسعة مستشفى نزوى المرجعي في محافظة الداخلية كشف عن زيادة نوعية في السعة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 555 سريرا في الوقت الذي تعمل فيه المرافق الجديدة على تقديم خدمات طبية تخصصية كان يتطلب الحصول عليها مسبقا التوجه إلى المستشفيات المرجعية في محافظة مسقط يأتي هذا الافتتاح بعد مضي 25 سنة من افتتاح مستشفى نزوى الخدمات التي تم افتتاحها اليوم تنقسم إلى شقين شق يعنى بتوسيع الخدمات القائمة لتخفيف الضغط على التحويلات إلى محافظة مسقط وشق آخر يعنى باستحداث خدمات تخصصية وتشخيصية أخرى الموعيد في بعض ما افتتاحنا من شهر تقريبا الخدمات التكاملية في المستشفى انخفضت بعض التخصصات الموعيدة إلى أقل من أسبوع بنسبة 32% وبنسبة 55% انخفضت إلى أقل من شهر هذا يدول أن 88% تقريبا من الموعيد انخفضت إلى أقل من شهر مشروع التوسع الذي قدرت تكلفته الإجمالية بأكثر من 30 مليون ريال عماني ونفذت مرحلته الأولى بإشراف شؤون البلاط السلطاني تضمن إنشاء وحدة لقصطرة القلب والعناية المركزة لأمراض القلب وتوسعة وحدات العناية للأطفال حديثي الولادة والكبار ووحدتي المناظير والعناية النهارية وإضافة غرف للعمليات وتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة قسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الأشعة وإضافة وحدة جديدة للرنين المغناطيسي وكثافة العظام والأشعة المقطعية للحالات الطارئة وأقسام للتنويم ومركز متكامل للبحوث والتدريب أصبحنا نلاحظ وجود كثير من الاختصاصات كثير من الأجنحة التي كانت ممكان المواطن يوصل فيها إلى محافظة مصغط القصد من هذا الأمر كله له تقريب الخدمة وكذلك تقليل فترة المواعيد وحدات الرنين المغناطيسي الأشعة قصرة القلب كل هذه الأمور أعتقد أنها تكون متاحة لأبناء محافظة الداخلية وكذلك المحافظات القريبة كان لهذه التوسعة دور إيقابي كبير في تقليص معظم مواعيد للعيادات الخارجية ونفخر أن الآن مواعيد العيادات الخارجية 32% من المواعيد في خلال أسبوع واحد فقط بعضهم في نفس اليوم يعني يمكن معاينة المريض في نفس اليوم من التحويل كذلك بالنسبة للطوارئ تم زيادة تقريباً 100% يعني انتقلنا من 22 سرير إلى 43 سرير في مبنى الطوارئ الآن في أيام يصل مدة انتظار المرضى لجميع المرضى 6 دقائق وقاتل 10 دقائق من بداية السنة إلى الآن تقريباً انتظار الحالات الطارئة اللي هو الحالات الصفراء والحمراء أقل من 15 دقيقة والله الحمد المرافق والخدمات الجديدة تم تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات الطبية المتطورة لتعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية في مستشفى نزوى المرجعي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية التخصصية لمحافظات الداخلية والظاهرة والوسطى وشمال الشرقية فالمؤشرات والأرقام الصحية تفصح عن التطور في سرعة وسهولة تلقي مراجعي المستشفى للخدمات والتدخلات العلاجية هذا ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مشروع توسعة أخرى في مستشفى نزوى المرجعي تشمل في أبرزها إضافة أسرة جديدة في قسم الطوارئ واستحداث قسم لطوارئ الأطفال وآخر لطوارئ النساء والولادة سعيد بنذيب الهنائي من مستشفى نزوى المرجعي محافظة الداخلية ترجمة نانسي قنقر